مع عودة تلاميذ طورية المتوسط والثانوي إلى مقاعد الدراسة في هذه الظروف الاستثنائية تجد وزارة التربية نفسها أمام سيناريوهين لا أكثر إما إعادة الغلق أو الدراسة والتعايش مع كوفيد-19 فقد أطلقت السلطات المعنية جملة من البروتوكولات اللازمة من أجل الوقاية ليبقى أمر تطبيقها على التلاميذ وعلى عمال التربية إضافة إلى مهمة نشر الوعي في محيط المدرسة التلميذ يكون داخل المدرسة ولا يكون داخل الثانوية ويشوف أنه حقيقة على الميدان ما يشاهدونه في الشارع ما يشاهدونه في المنزل لو يشوفوا الآن بتطبيق انتعوا داخل مؤسسة تربية ستكون أكثر من طرف الأبناء انتعنا وبنتنا لرنف المتوسط والثانوي لأن عندهم كبار في السن عندهم القدرة أنهم يجعلوا هذه الوقاية تكون حقيقة فوق الميدان ليس هناك مع الأولياء إذا إحنا ما عرفنا ما تبقوها داخل الأولاد انتعنا إن شاء الله هم لا يحيورونك ما تبقوها دخول المدرسي يضاف إلى الدخول الاجتماعي وإلى عديد القطاعات الأخرى فإذا عم الوعي بين الأفراد عم الأمان في المجتمع في ذل جائحة كورونا وموجتها الثانية الآن الدور نتعى نحن الدور نتعى الوسائل الإعلام الدور نتعى نفعله الرياضيين المعروفين نتعى نفعله الفنانين نتعى نفعل هذا لكي يجعله تدل الرسالة سنة الاستثنائية نعيشها بأدق التفاصيل وتفديا إذن لأسوأ سيناريو قد نعيشه مطلع العام المقبل فالحل قد يكون في أبسط ممارسات الوقاية وطرق الحماية من انتشار الفيروس في مجتمعنا مجددا أنا بأكد لهذه الواباة وهو خطير